لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من باريس الدكتور رياض درقاوي المتخصص في الطب المخبري واستشاري أمراض المناعة دكتور درقاوي يعني بعد التحية كيف تقرأ هذه الأعداد المتزايدة للإصابة بالمتحور أوميكرون والاستعدادات الخاصة للأنظمة الطبية في دول العالم مرحبا شكرا لكم شكرا لدفتكم في الحقيقة بالنسبة لإرتفاع أعداد الإصابات بأوميكرون هي نتيجة طبيعية لشبدة انتشاره نحن لم نكن نتصور أنه سريع الانتشار لهذه الدرجة منذ حوالي شهر واسبوعين لم يكن هناك أي حالة أوميكرون في فرنسا والآن كل النتائج التي وقعتها اليوم للPCR الذي خرجت كانت 90 إلى 95% منها أوميكرون دلتا لم يكن هناك سوى حالة أو حالتين وهناك بعض الحالات التي لا نستطيع التنيج بين الاثنين أن الحمل الفيروس يكون فكيسا لا نستطيع لكنها مإيجابية إذن استرعت الانتشار يجب أخذها بعين الأكبار في أي بلد يصل إليه أوميكرون إذا كان يوصل إلى اليابان وعندهم 1600 حالة يوميا فتوتيزيد ويسيطر بشكل مؤكد فلذلك مرة أخرى تعود لجراءات التحضير ومقاومة أوميكرون تادع لكل دولة لمدى شاهزية التواقم الطبية مدى عدد الأسرة في المتاحية عدد الأسرة في العناء المشددة علما أن أوميكرون يتجلل لنا رويدا رويدا ويوما بعد يوم أن الإطابة به أقل خطورة وإن كنا لم نحصل على دراسات مؤكد لكي تكون المعلومة قاطعة ولكن يبقى أنه يعني الدكتوريات ما يتعلق باللقاحات وبهذا تكون الإطابة أخف ولكن عدد الإطابات الشديد الذي نراه هو الذي يخيفنا صحيح يعني عدد وحجم الإصابات ومعدلات الإصابة الكبيرة هو الأكثر خطورة لكن سؤالي لك لو تسمعني كما هي الإطابة به لو تسمعني يعني المعدلات تسداد يوما بعد يوم لكن السؤال الآن الذي يدور في أذهان يعني ملايين من البشر إلى أي مدى اللقاحات المتوافرة الآن قادرة على منع والحد من توسع انتشار المتحور أوميكرون وهل نحن بحاجة إلى جرعات جديدة معززة بالنسبة للانتشار لقاحات الموجودة حاليا لا تمنع الانتشار هذا شيء واضح بالنسبة لنا هي تحت الإنسان تحت عنه لقاحة شديدة هذا شيء جيد أما لقاحة ثلاثة لقاحة الإطابة الشديدة لكن منع الانتشار يعني ليس تدفع عليك حقيقة يعني طبعا ليس كالإنسان غير الملقاح نهائيا ولكن عمليا عندما يلتقي إنسان مع إنسان آخر ولو كانوا ملطحين وأحدهم يحمل البيروت فهناه احتمال كبير أن يقوله لشخص الآخر بالنسبة لجرعة الثالثة لا شك أنها تقلل من نسبة الانتشار أيضا لكنها لا تدوم سوى لشهرين فنحن لا نستطيع أن نعطي الإنسان كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر أو حتى كل أربعة أشهر كما هو الحال حاليا بفرنسا يعني يحاولون أن يصدروا قانون البطاقة التوكيحية التي يجب أن يأخذ الإنسان وصل لها اللقاح كل أربعة أشهر يعني لا أعرف إذا كنا نستطيع أن نبقى هكذا سنين عديدة بهذا التواتر من أخذ اللقاح ما هي الإجراءات التي يجب أن نتخذها برأيك وهل تعتقد أن الفترة المقبلة سوف نشهد مزيدا من الإغلاقات وإجراءات مشددة أكثر فيما يتعلق بحظر التنقل من مكان إلى آخر تحديدا في القارة الأوروبية في القارة الأوروبية الآن الأوميترون منتشف في كل مكان فتحديد الانتقال بين مكان إلى آخر لن يفيد يعني بالنسبة لمنع الانتشار مرة أخرى كل شيء معتمد على شدة الإصابة متى عند اللحظة التي نحصل على فيها على عدة دراسات مؤكدة يعني متضافرة إحداهم مع الأخرى بأن الإصابة أقل شدتا قد ننجأ لإجراءات أخص يعني نسبيا إذا كانت فعلا الإصابة أقل شدتا خطورة كل هيئة يعتمد على هذا في الحقيقة إذا كانت الإصابة منذ الآن أقول لكم إذا كانت الإصابة فقط نصف خطورة دلتا فالموضوع قطير جدا يعني لا نستطيع أن ندرك الانتشار يستمر بهذه الطريقة وسوف نغلط كل شيء لكن نسب الوفيات حتى الآن دكتور رياض مثلا بست مرات أو ثمان مرات فمن الممكن التعايش معه على كل حالة ليس هناك أي حل حاليا صحيح ليس أي حل لا باللقاح ولا بيهير اللقاح السؤال الأخير لك فيما يتعلق بنسب الوفيات حتى الآن كيف تقيم هذه النسب الوفيات جراء انتشار أوميكرون بالنسبة لفرنسا هذه الأحسابات التي أنا على أبطلاء عليها يوميا عندنا حوالي 200 وفا وسطيا أقول في اليوم لكن معظمها نتج حاليا ناتج حاليا عن المتحور دلتا لأنه عندما جاء أوميكرون كنا في قمة الإصابات في المتحور دلتا فلا أعرف بالضغط كم عدد الوفيات التي نستطيع أن نعطوها لأوميكرون وذلك لأدد أسباب أهمها أنه عندما يأتي الإنسان إلى المشطح حاليا ولكي نعمل بما أنها الأعداد كبير للانتشار لا نستطيع أن نعمل سيكونساج يعني سيكونسينج ونتأكد من أنه أوميكرون 100% فهناك من يتوفى قبل أن نستطيع أن نعمل هذا الفحص الأخير الذي يؤكد لنا أنه أوميكرون لكي نستطيع أن نحصل على إجابات دقيقة فهذا الموضوع يحتاج قليلاً للوقت حوالي أسبوعين وأعتقد أنه ستكون عندنا الصورة أكثر وضوحة ونستطيع أن نجيب لكن حالياً سبقاً لا فقط إجابة دكتور رياض هل من المتوقع أن توافق هيئة تنظيم الصحة قريباً على بعض الأقراص الخاصة التي سوف تنتجها شركة فايزر للعلاج وتفادي الإصابة بكورونا بالنسبة بأي دولة أصدق بأوروبا أو أين؟ عالمياً يعني شركة فايزر في طريقها لإنتاج دواء متخصص للعلاج دواء يتم تناوله عبر الفان حالياً الدواء الذي أصدرته شركة فايزر أو شركة ميرك حتى هو دواء يأخذ في بداية الإصابة ولكن ليس عند كل الناس هو عند بعض الناس الذين هم عندهم المناعة مقفضة أو هم كبار بالعمر لا يمكن تعميمه على كل الناس لم تجري دراسة كاملة لكي نستطيع أن نقول أننا نستطيع أن نعطيها لكل شخص ولكن قد يكون هذا من الأمور التي سوف نلجأ إليها إذا كان في المستقبل رأينا أن أوميكرون خطر ولو بعد فترة مثلاً بعد شهر تأتي الإصابات الشديدة لنفرض فمن الوقت عندها سوف نترهد كل الإجراءات اللازمية ومنها الإلاج بالأدوية فحالياً حقيقةً الصورة غامضة بالنسبة للإلاج بالأدوية التي لا تأخذ عن طريق الوريداني الأدوية التي تأخذ صموياً ولا نستطيع أن نعمم هذا بشكل عام في فرنسا الأدى القليلة التي نعطيهم يعني عدد الناس المصابين الذين يأخذون أدوية سبايدر هي قليلة حالياً لذلك لا أستطيع مرة أخرى أن نجيب بشكل واضح عن هذا السؤال ديكتور رياض برقاوي درقاوي المتخصص في الطب المخبري واستشاري أمراض المناعة كنت معنا من باريس شكراً جزيلاً لك